ترجمة نانسي قنقر ولبلدانكم الأمن والرخاء وبمناسبة اجتماعكم المباركة في كوالا لنبور نناشدكم باتخاذ موقف واضح وصريح حيال ما يتعرض له مسلم تركستان الشرقية دون مواربة أو هروب لأنكم أنصار المظلومين في كل مكان وأنكم تتخذون موقفا ضد الظلم والعدوان وقد حان وقت الصراحة والوضوح تجاه الصين وما تمارسه من إجرام بحق مسلمي تركستان الشرقية لأن الصين كما هو معلوم لديكم تمارس أبشع جرائم العصر من انتهاك للأعراض وحبس بالملايين وفصل بين الأبناء والأمهات وتشريد للآلاف وحرق للمصاحف وهدم للمساجد وقطع الأواصر بين الداخل والخارج ونناشدكم بممارسة الضغوط على الصين لإغلاق المعسكرات وإطلاق صراح المعتقلين وإعطاء الشعب التركستاني حقوقهم الإنسانية ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته